نشوف النهاردة عملنا مع بعض طريقة عمل الأندومي في البيت اللي طلقتها مني كتير جدا بطريقة سهلة وبنفس الطعم وبنفس التكنيك ودي مش مقارونا مش معمول بالمقارونا تعالوا عايزين تعرفوا عملتو ازاي قبل اي حاجة بنلاع عليكم نحط لايك كتير علشان احنا النهاردة عملنا حاجة مفروض ان هي تبقى في مزان حسناتكو النهاردة نازم نعمل لايك وشير كتير كتير علشان نبعد عن الولاد كل المواد الحافظة ونعمل حاملة على الأندومي ده ونعمل بعد كده الأندومي في البيت النهاردة عملية بنفس الطعم والله العظيم نفس الطعم ونفس التست واقول لكم على السر بتاع الطعم بتاع بره وازاي وإيه المكون اللي احنا استعملنا النهاردة عايزين تعرفوا ايه حطوا لايك كتير وعملوا شير ويلا بينا بسرعة نروح نشوف عملنا الأندومي ده من ايه وازاي يلا بينا حبيب قلبي جيجي عاملين ايه يا رب اتكونوا بخير كل سنة وانتو طيبين ومعا جيجي دايما منبهرين النهاردة بقى حبيب قلبي هنعمل مع بعض طريقة عمل الأندومي بطريقة سهلة قوي طيب معانا ايه معانا شعرية شعرية سليمة مش الشعرية المقصرة بس لما تروحي عند ايه عطار قولي له انا عايزة شعرية سليمة ده شكلها بتبقى متضفرة كده بالشكل اللي انت شايفه ده مش متقصرة دي بقى بتبقى رفيعة ورؤيا قوي ارأي كمان من المقارونة اللي اسبكيتي بتبقى رفيعة جدا والدوران اللي حواليها ده بتحسيها كده لما يجوا يكلوها بيحسوها ان هي طويلة زي الأندومي فدوري على الشعرية دي دي بتاعت زمان قبل ما تيجي الشعرية اللي هي المتقصرة دلوقتي كل الوقت المتقصرة اللي بتتباع في الكياس جاهزة او سايبة دي دي جديدة زمان ما كناش بنجيب غير دي وكنا بنقصرها طيب معايا قد ايه بس يعني حاول ان هو ما يدهلكش مكسرة كلها هنا كنت حطى معاها دقيق دات شوية دقيق ماشي اه يعني انا جمعت كده منها اللي هم ايه تلات حتة هم تمام محضرة مية بتغلي على النور ولازم تغلي كويس فحلة علشان هننزل بالشعرية نسلقها معايا ايه كمان معايا مكعبين من المرأ وبصي بقى مفيش بديل لمكعبين المرأ عشان توصالي للطعم اللي هو اللي بره عشان فيه ناس كتير بتقول ان المكعبات مصحية بصي يعني انا جربت مكعبات ماجي دي حلوة قوي يعني هوريكو كده لشكلات مستعمل للعلبة دي بتبقى طعمها كويس تمام وبحس ان هي انضف من المكعبات اللي هي بالقطعة دي تمام فانا معايا هنا مكعبين مرأ معايا معلقة شطة وهو كده كده القندومي بتحط فيه شطة والاضافات التانية دي بتبقى مرأ الدجاج بس بتبقى بودرة فبرده مصحية معايا هنا هو ده بصل بودرة بصل بودرة ومعايا هياخد معلقة زيت طيب الزيت ده الايه الزيت ده هنحطه دلوقتي في المية بتحت الغل واقولكو كمان لو انت عارفة لو انت كنت عاملة شوية كشري وعندك من الزيت بتاع بتاع التقلية ده عارفة لما بيجي في كيس القندومي بيجي كيس كده بتاع زيت اللي فيه زيت ده بيبقى الزيت اللي هو معمول من اللي هو طالع من البصلة تمام يعني يديكي طعم لا احنا هناخد البصل بودرة وهناخد الزيت زيت عادي زيت تدور شمس بس المية هتغلي وهنشوف كده هنعمل مع بعض ايه بالله عليكم نحط لايك كتير ونشوف النهاردة هابيركو الزيت كده معايا المية هتبتدي ان هي تغلي هيه هحط معلقة كبيرة من الزيت تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنزل بقى بالاضافات معايا قبل ما احطي الشعرية قبل ما تحطي الشعرية عشان الشعرية تنزل متنكها بالطعم هنزل كده هو بقادي الشطة وقادي البصل البودرة تمام بصل مشتوم وبعد كده هفك الكنين مكعب مرق مش هنحط ملح بقى لان مكعبات المرق فيها ملح لو انت بعد كده حسيت ان هو عايز ملح بيحط ملح والمية دي المية دي لهم بيشربوها مع الاندومي اهي يعني المية دي بقى كده بقيت شربة هي رسمي هم بيفرحوا بيها قوي يعني مش عارفة ليه تمام اهي عادت دي بس تغلي معايا تجيب كده معلقة بالشكل ده وندوب الميجي كويس مشان ما يبقاش من جوه مكالكع كده معايا اهو انا معاكم اهو هنزل بقى في الشعرية بتاعتي السليمة زي ما هي بالشكل ده كده هو مخليها تتسلي عشان كده انا ايه سايبة النار بس ههدي النار بقى عليها شوية مش هكسرها ولا اي حاجة هافضل كده واقفة جنبها عشان اقلبها عوضتي بس النار شوية كده اهو تمام اهو اهو بالشكل ده ايدي بقى كده اهو فيها تمام بصوا الميجي ما دبش كويس بس هو هيدوب كل ما هيغلي هيدوب هاسيبها بقى كده اهو لحد لما الشعرية بتاعتي تستوي وبعد كده هنشوف هنقدمها مع بعض ازاي وهيبقى شكلها ايه في طبق التأتي استنيني ده شكله كده بعد ما خلص تمام انا خدت شوية بس من المية لان المية بتاعت المكارونا بتاعت سلق المكارونا هتبقى تقيلة تمام هتبقى عاملة كده لها صوس كده تقيلة شوية واللي احنا بنكونها بتاعت الاندومي مية خفيفة فهزود مية من الكاتل كده مغلية تمام بالشكل ده عشان تبقى خفيفة معي زي بتاعت الاندومي بالزبط بالشكل اللي انتو شايفينه ده بصوا الشعرية دي ارفع بكتير من المكارونا اللي بكتت رفيعة خالص دي ارفع منها تمام بالشكل ده تقدر بقى انت تزبطي بقى الملح تقدر ان انت تزبطي تزودي بقى سنة ملح فكده كده اصلا هو فيه لان احنا حطين المكعبين تمام اهو بالشكل ده تجو بقى كده ندق كده ونقول بسم الله اولا اهو عامل زي الاندومي اهو بالزبط بصوا بالشكل الحلو ده اهو تعالوا بقى كده ندق بسم الله طبعا انا يعني من الحاجات اللي برفض ان انا ادخلها بس بيبقى غصبا عني بيدخلوها برضو بس طالما انا بقى عاملها في البيت يبقى دق ما ندقش ليه ندقها بس هي طبعا هتكون سخنة فانا عايزة احبا صغيرين عشان بس ما تبقى السخنة علي بسم الله دق حلوة مزبوطة قوي اهي بالشكل انتو شايفينه ده تمام اهي والمية بتاعتها خفيفة يشربوا بقى ميتها بالشالمون ويكلوا بيها واحسن طريقة للاندومي في البيت هتعجبكو جدا 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 اتمنى بقى نحط لايك عشان ونعمل شير كتير عشان ناس كتير تستفيد يا جماعة من الفيديو ده الفيديو ده مهم جدا النهاردة وربنا كده يجعلوا في مزان حسناتكم ان شاء الله بازن الله لان ناس كتير تستفيد منه وما تجيبش الحاجات الوحشة من البيت وتعملوا بنفس الطعم وبنفس التكنيك لكل الولاد واشوفكو بقى في حلقة جديدة وانبهار جديد من مطبخ جيجي على قد ايتي وبي باي حباب البجيجي مع السلامة